السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بناطية قبل ما تفرجوا في الفيديو لا تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بشكيف نعبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار ونبدأوا مباشرة في الفيديو متاعنا في الفيديو متاع اليوم مش نشوفوا مع بعضنا طريقة القيام بحذف رسائل الواتساب من الطرفين بكل سهولة نبدأوا مباشرة نمشيوا لتطبيق واتساب قمتنا بعمل محادثة بيني أنا وبين رقم آخر عمت له حساب على الواتساب معناها هذه المحادثة بين الطرفين مش ندخلوا مثلا مش نكتبوا الرسالة متاعنا هلو مش نقوموا بإرسال الرسالة هذه فلنفترض أنك لهنا تحب تقوم بإلغاء إرسال الرسالة هذه لك أنت وللطرف الآخر فقد تضغط ضغط مطولة على الرسالة متاعك وكما قاعدين تشوفوا في الأعلى ظهرت لنا أيقونة متاع سلة قمامة تقوم مباشرة بالضغط على الأيقونة هذه وكما قاعدين تشوفوا لهنا أعطيك ثلاثة خيارات الخيار الأول هو الحذف لدى الجميع يعني مش تفسخ الرسالة من الطرفين أو الحذف لدى يعني مش تفسخ الرسالة عندك أنت فقط وتبقى موجودة عند الطرف الآخر والخيار الثالث هو إلغاء يعني عنها بنسبة لك تحب توقف العملية هذه كاملة إذا كان نحبه نقومه بحذف الرسالة من الطرفين فقد نضغطه على الحذف لدى الجميع كما قاعدين تشوفوا يقول لنا لنا أنت حذفت هذه الرسالة يعني الرسالة هذه ما عادش باش تكون موجودة عند حتى طرف من أطراف المحادثة هذه ولو حتى كانت محادثة متاع مجموعة كانت هذه الفيديو متاعنا اليوم إن شاء الله تكون فادتكم وعجبتكم إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة تضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بش كيف نعبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار وللفيديو القادم إن شاء الله ما تقالي بش نقول لكم كان إلى اللقاء